بس قبل ما اروح للأخبار الحقيقة عندي موضوع عايز اعلق عليه وهو مبارح فوز محمد صلاح بالقدم الذهبية واللي استلم الجايزة فيها في ولاية موناكو شوفنا محمد صلاح عمل حاجة غريبة حاجة مش متعودين عليها هو قدم زوجته الدكتورة ماجي صادق انها تتسلم ودي طبعا على الشاشة جسوله وهنشوف كمان استلامه للجايزة طبعا قدم زوجته دكتورة ماجي صادق لتسلم الجائزة مكانه كان موجود صلاح في الحفل وكمان وكيل اعمال ولكن هو فضل ان زوجته تطلع تستلم الجايزة مكانه الموضوع ده الحقيقة ليه معاني كثيرة وحبنا نتوقف عندها مش بس موقف بيبين انه صلاح بيرد الجميل لزوجته وانه هو قفت جنبه لا بيحمل معاني كثير جدا 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 الحقيقة انا فكرت استعرض معاكم الكثير من المعاني ونحط عليها الضوء عشان المجتمع المصر يعرف قديه ان انت لما تدي الدور للمرأة في حياتك دي قمة الثقة بنفسك اولا ده كان اعتراف من محمد صلاح النجم الكبير بدور زوجته في نجاحه من بداية مشواره في المقاولين العرب نجريج لغاية ما وصل الى وصولا باحترافه في اوروبا كلها وانهو اتنقل من بلد لبلد وثقافة لثقافة حتى استقرر به الحال في ليفربول اكيد اعتراف منه لدور زوجته الكبير في مسندته خلف الاضوء ثانيا رد الجميل هو بيردلها الجميل بيقول لها انا حاسس باللي انت عملته وانا مقدر ده قدام الناس كلها ممكن رد الجميل بيبقى مش قدام الكاميرات ولكن رد الجميل لما بيجي قدام العالم كله بيبقى احلى رد جميل كمان بيبقى نقدام حمد صلاح فخور بزوجته خلي بالكوا يا جماعة لموضوع في منتهى الاهمية دايما بنلاقي الزوجة هي دايما فخورة بزوجها ولكن العكس مش واخدين عليه اول ولازم نتعود ونعود ولادنا عليه انت زوجتك لما تنجح دكتورة ماجي طبيبة طبيبة صيدرانية وبتدرس وبتشتغل يعني اصدقوا ان هي مش بس زوجة نجحة ولكن على المستوى العمل هي ايضا والدراسي والاكاديم هي نجحة فمحمد صلاح بيفخر بزوجته احنا لازم عندنا الثقافة دي ان انت مش بس مطالب طول الوقت ان الزوجة هي لتفخر بزوجها وده شيء كويس وشيء محمود ولكن محمد صلاح بيدينا درس هنا ان انت لازم تفخر بزوجتك خاصة ان حلقتنا النهاردة حلقة عن مرتبط السيدات وفريق السيدات فاحنا برضو كان لازم نتكلم ده مع الحلقة دي وسبحان الله ما كانتش مترتبة هي جات كده طيب حاجة كمان زي ما قلتها في البداية ثقة محمد صلاح في نفسه وحمد صلاح نجم ما يقلش منه ابدا او يقلل من قيمته كلاعب انه يخلي زوجته هي لتسلم الجائزة هو قاعد قدامها بيسقف له ده قمة الثقة بالنفس اوعى تفتكر ان انت لما تقدم زوجتك عنك ان انت كده ما عندك الثقة في نفسك خالص بالعكس انجح ووصل على اكبر الدرجات ولكن قدم زوجتك قدم بنتك قدم والدتك دايما تقدم دول المرأة لان الحياة هي اكتر من نص المجتمع طيب انتوا عارفين ان محمد صلاح رزق ببنتين زي الامر اذا هو عارف لما يكبر نفسه يشوف بناته تبقى زي مامتهم عايز بناته تبقى فخورة بمامته خلي بالكم ده بوعد الناس كلها مش شايفاء بوعد ان محمد صلاح بيخلي زوجته قدوة لبناته كل الابعاد دي محمد صلاح امبرح اصادها يعني للي بيتفكر ويتدبر هيفهم حاجة تانية محمد صلاح دي رسالة لكل المجتمعات ومنها طبعا المجتمع المصري ان دور المرأة دور كبير ودايما شفنا احنا حتى على المستوى القيادة السياسية في مصر دايما احنا لقينا طفرة كبيرة جدا بالاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع شفنا عدد كبير جدا من الوزراء سيدات شفنا في البرلمان ايضا شفنا مشاركة المرأة بشكل كبير في الحياة المجتمعية ده اللي كنا عايزينه بالنادي فيه من زمان وصدقوني ده بيدي مؤشر على تقدم المجتمعات كان لازم نتوقف عند ده ولازم نقول ان حتى على المستوى الرياضي احنا بنتمنى وهنفضل نساند المرأة ودورها على الغاية ما نشوف يمكن احنا شفنا في الولمبيات الفاتت في ليال اشرف وجيانا فاروق جيانا فاروق كل يعني دور المرأة في الولمبيات كان دور كبير عشان نتحط في هذا الترتيب تلات مادليات جم هداية ملاك وتلات مادليات حصلت عليهم من اصل ست مادليات للسيدات يبقى الكلام اللي احنا بنقوله صحيح نحن نص المجتمع وعلى المستوى الرياضي خلي بالكم انا بتكلم عن المستوى الرياضي ما بالكم بقى في المستوى المجتمع بنشكر محمد صلاح على هذه اللفتة اللي حقيقة بتفوت على ناس كتير بتفوت على نجوم كتير ولكن محمد صلاح يعني الحقيقة كان مبرح قدم رسالة ودائما بيسبق ودائما بيكون سابق بخطوات ودائما بيعجدني ان محمد صلاح مش بيشتغل بس على ناحية الفنية ولكن بيشتغل على المنتاليتي على الفكر دائما بيطور فكر هو قال كده في اكتر من مؤتمر صحفي انا عشان اتطور لازم اطور فكري لازم اطور عقليتي هو ده اللي بيعمله محمد صلاح ألف شكرا محمد صلاح وبنشكرك على اللفتة دي وبنبارك لدكتورة ماجي صادق زوجة الكابتن محمد صلاح على تسلمها الجايزة وبنبارك لها لو قفها طبعا جانب محمد صلاح نتمنى لهم كل التوفيق على الصعيد الأسر